موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة عن كلمات قالتها مرثة للرب يسوع المسيح يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية عن إقامة العازر من بين الأموات بعدما أنت أربعة أيام هذه المعجزة خارقة عظيمة بكل معنى الكلمة وطبعا رح نشرح عن هذه المعجزة بعد قليل وأنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة لأنه رح تكتشف عدة أمور رح تكتشف تميز وتفوق المسيح ومن ناحية أخرى رح تكتشف فساد وطبيعة الإنسان الساقطة اللي بيبحث عن الرجاء وبيبحث عن الأمل هذه الحلقة رح تغير حياتك أنا بصلي اليوم ونحن بنلقي الضوء على هذا الموضوع أنه فعلا الرب يفتح ذهنك يفتح عينيك يفتح قلبك وبصلي اليوم أنه تكون إعلانات إلهية سماوات مفتوحة مع استجابات صلاة لأنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فلذلك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلا أعزائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا عن كلمات مرثة التي قالتها للرب يسوع المسيح يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي هذه الحادثة موجودة في بشارة يحنى الإصحاح الحادي عشر وحقيقة أنه كل الإصحاح بيتكلم عن موت لعازر وقيامة لعازر من الأموات والحديث ما بين طبعا الموت والقيامة والحديث ما بعد القيامة اللي ضار وشو عملة هذه المعجزة في المنطقة في منطقة أورشاليم خلوني في البداية أقرأ بعض الآيات من بشارة يحنى إصحاح 11 خليني أبتد من الآية الأولى أو خليني أرجع قبل هذه الآية مكتوب في إصحاح عشر آية 39 فطلبوا أيضا أن يمسكوه أي يمسكوا يسوع فخرج من أيديهم ومضى إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يحنى يعمد فيه أولا ومكث هناك يعني بيرجعنا للإصحاح الأول كان يحنى المعمدان يعمد الناس في منطقة تسمى بيت أعبرة هي عند نهر الأردن حاليا من الجهة الأردنية فحاولوا يمسكوا يسوع فذهب يسوع إلى هذه المنطقة اللي قريبة من البحر الميت اللي هي تقريبا مقابل منطقة أريحة ومكث هناك نشوف بإصحاح داعش وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختهما أختها وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعازر وبعدين لما عم بيسألوا عن المريض إنه يسوع مكث في نفس المنطقة وهو كان عاوز يرجع إلى اليهودية يعني منطقة أور شليم وقالوا التلميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار إثني عشرة إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه وبعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقذهم وطبعا بتكمل القصة في آية 17 فلما أتى يسوع يعني مشي من منطقة الغور غور الأردن عند نهر الأردن وين كان يحنى المعمدان يعمد في أخفض منطقة صعودا إلى جبل الزيتون اللي هو منطقة عالية جدا جبل الزيتون مقابل أرشاليم فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر وكانت بيت عنيا قريبة من أرشاليم نحو خمسة عشرة غلوة يعني بالتحديد ثلاثة كيلومتر لأن بيت عنيا شرقي جبل الزيتون تبعد عن البلد القديمة عن منطقة الهيكل قديما داخل الأصوار اليوم تبعد ثلاثة كيلومتر وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزهما عن أخيهما فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البين فقالت مرثى ليسوع موضوع الحلقة يا سيد لو كنت هاهنا لم يمت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه قال لها يسوع سيقوم أخوك قالت له مرثى أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم يبارك لنا الرب كلماته على ما سامعنا في هذا الوقت إخوتي وأخواتي إن قيامة يسوع المسيح تعتبر تاج المعجزات أقوى المعجزات لأن المسيح أقام نفسه من بين الأموات ولكن قيامة العازر من بين الأموات تعتبر من أقوى المعجزات التي فعلها يسوع المسيح في بشارة يحنة وللبشير يحنة فاهم المكان وفاهم التاريخ وفاهم الجغرافيا والموقع والمكان ولهذا السبب خصص له إصحاح كامل لكي يتكلم باستفادة عن هذا الموضوع فالبشير يحنة يحاول أن يظهر لنا أن المسيح هو الكلمة كلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فما يحاول أن يظهر لنا الكلمة المتجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا والبشير يحنة يحاول أن يظهر لهوت المسيح بعدة أمور يحاول أن يظهر لهوت يسوع المسيح من خلال الشهادات المتعددة الموجودة في بشارة يحنة مثل شهادة الآب شهادة الروح القدس شهادة أعمال المسيح لنفسه شهادة يحنة المعمدان شهادة موسى شهادة الكتب المقدسة وشهادة الشهود مثل نوكوديموس مثل المرأة السامرية ومثل اللقاءات مثل المولود أعمى في يحنة تسعة وهنا أحبائي منشوف شهادة عظيمة جدا من ضمن الشهادات يعني من اليهود ومن غير اليهود مثل المرأة السامرية ثم يحاول أن يظهر مجد هذا اللهود من خلال المعجزات التي يسميها آيات فيحنة البشير بيتكلم عن سبع معجزات في بشارة يحنة وهذه المعجزات يسميها آيات والآية هي علامة في اليونان السيميو والعلامة لها بعد روحي عميق جدا وعادة بعد المعجزة أو بعد العلامة كان بيقوم إما جدا لهوتي أو مساءلة لهوتية وعادة فيها بعد أو عمق أو تفسير روحي ليسوع المسيح وعادة المعجزة أو العلامة هي تقود الناس كما يقول في هذا الإصحاح ثمان مرات ليؤمنوا وبشارة يحنة بيتخصص بهذا الموضوع يسمى إنجيل الإيمان إلى آخر إصحاح إصحاح عشرين وواحد وعشرين يقول أن هذه المعجزات والآيات كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه في بشارة يحنة إصحاح عشرين فإذا يؤكد من خلال الشهادات ويؤكد من خلال الآيات مبتدئا من الآية الأولى في قانا الجليل في إصحاح اثنين وآية احد عشر قال هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلميذه وإلى هذه المعجزة في الإصحاح الحادي عشر اللي هي تعتبر تاج معجزات المسيح هي من أقوى المعجزات التي حدثت في أورشاليم كما أنه في الإصحاح السادس يتكلم البشير يحنى عن أقوى المعجزات التي حدثت حول بحيرة أو عند بحيرة طبرية عندما أشبع المسيح خمسة آلاف رجل من خمسة أرغفة وسمكتين ومن خلال هذه المعجزة طبعا راح ينقذ التلميذ من العاصفة إذ مشى على الماء ولكن هذه المعجزة أحبائي معجزة عظيمة جدا مكتوب عن يسوع المسيح اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها فإقامة الأموات هي من تخصص المسيح لربما البعض يتساءل طب مش في العهد القديم نشوف أن النبي إليا والنبي إليشع أقاماء الأموات بالطبع أقاماء الأموات ولكن من خلال الصلاة كحدث معين بقدرة الله ولكن الآيات التي فعلها يسوع المسيح فمعجزة قيامة الأموات اللي حدثت في البيت أولا في بيت يايروس رئيس المجمع وطبعا يعني ما فيش فترة زمنية كتير يعني عدة ساعات لأنه كان المسيح موجود في كفر نحوم وتأخر شوي لأنه كان بيشفي المرأة نازفة الدم وعلى بينما وصل البيت كان العويل والنحيب والبكاء في البيت ووصل يسوع قال إنها نائمة ولكن المسيح أقامها من الأموات والمعجزة الثانية هي كانوا ماشيين في موكب جنائزي يعني إذا المية مات في المساء بيكون تاني يوم صباحا بحسب عداتنا الشرقية بيدفنوا بنفس اليوم وإذا مات الصباح يعني بيكون في ساعات الظهيرة أو ما بعد الظهور يعني ساعات قليلة ووقف الموكب الجنائزي ولمس يسوع المسيح النعش وأقام الميت ولكن هذه المعجزة متميزة جدا أحبائي بكل تفاصيلها ويريت بتمنى أنه أي واحد بشاهدني أنك تقرأ إنجيل يحنى إصحاح 11 تقرأ هذه المعجزة وانظر كم من التفاصيل التي تثبت صحة ومصداقية الكتاب المقدس وتثبت وتؤكد صحة ومصداقية يسوع المسيح في هذا الحدث فلاحظ كما ذكرت إنها آية ولكنها تعتبر واحدة من أقوى الآيات اللي فعلها يسوع في أور شليم وهذه الآية أو المعجزة يعني لها أدلة كثيرة على صحتها فالكاتب أحبائي هو يحنى البشير اللي اتكأ على صدر المسيح اللي بيعرف معرفة تامة كاملة بتضاريس وجغرافية فلسطين في أيام المسيح بالتفاصيل الدقيقة بيعرف لاحظ إنه بيعرف العداد وبيعرف التقاليد وبيعرف الأحداث وهذا اندل على الشيء بدل إنه يحنى هو كاتب بشارة إنجيل يحنى بوحية من الروح القدس ولكن الأدلة كثيرة لصحتها بيذكر الأسماء اسم ألي عازر باسمه وبيذكر اسم مرثى اللي كان يعني يسوع بحبهم جدا وكان بزورهم بشكل مستمر في جبل الزيتون ويسوع اللي قال لمرثى يعني طلبت مرثى من يسوع قالت له قل لأختي يعني مريم أن تعينني أجاب يسوع وقال لها مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها الأسماء ألي عازر مرثى مريم اللي في كل مرة تذكر في إنجيل يحنى الجالسة عند قدمي يسوع وهنا لاحظ التفصيل اللي بيضيفه يقول وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب طيب ومسحت رجليه بشعرها فإذن بيتكلم عن الأخوات وبيتكلم عن ألي عازر بيتكلم عن بيت عنده علاقة دافئة علاقة حميمية محبية لشخص الرب يسوع المسيح وواضح من الكلام في آية بآية خمسة وكان يسوع يحب مرثى وأختها وألي عازر كان بيحبهم جدا فإذن التفاصيل بيذكر الأسماء بيذكر المكان بيت عنيا وبيذكر المسافة 3 كيلو متر بيذكر الزمان في التوقيت اللي بعد ما يعني في صح 10 ترك منطقة نفس المنطقة أورشليم وراح إلى بيت عبارة عند الأردن كان فبيتكلم عن الزمان بيتكلم عن الظروف الاضطهاد ونحاولوا يرجم يسوع المسيح ولكن يسوع لم تأتي ساعة بعد ليتمجد فما كان يعني يصيبوا يسوع أو يقتلوا يسوع قبل فوات الأوان كل ملابسات القصة بكل أحداثها عجيبة يعني فعلا بكل معنى الكلمة الشخصيات البارزة شخصية يسوع شخصية العازر مرثة مريم شخصية الفرسيين شخصية قيافة وإلى آخره كل هذه الشخصيات البارزة هي معروفة هي مذكورة في تاريخ مؤلفات يوسيفوس المؤرخ أيضا أسلوب الكتابة البسيط وواضح أنه عم بوصل رسالة مهمة جدا لكل واحد منا بيتكلم عن الظروف بيتكلم عن اعتراف أعداء المسيح بصحة المعجزة في آية 47 وآية 48 ماذا نفعل؟ انتركناه يؤمن الجميع به وطبعا يأتي الرومانيون ويأخذون موقعنا فإذا القصة كلها عظيمة حتى بالنتائج تبعتها النتائج الخطيرة لأنها كانت الخطوة التمهيدية لصلب يسوع المسيح وأيضا كانت النتيجة المهمة أنه كثير آمنوا بيسوع المسيح وكانوا يأتيوا حتى يتفرجوا على العازر وكانوا يؤمنوا بسبب هذه المعجزة هذه الآية أحبة أو الآيات في بشارة يحنى عالة تظهر نواحي معينة إما من سلطان المسيح أو لهوت يسوع المسيح وإظهار مجد الرب يسوع المسيح لاحظ مرثة الألقاب التي ذكرتها ليسوع المسيح يا سيد المسيح الممسوح من الله كملك وكنبي وككاهن هذه وظائف يسوع المسيح وأيضا كابن الله بيتكلم عن كلمة الله الذات الإليا تعلن من خلال شخص الرب يسوع المسيح بتشوف في هذه المحبة طبيعة الرب يسوع المسيح بتشوف المحبة الله محبة بتشوف النور كان النور الحقيقي آتي إلى العالم لأن المسيح قال أنا هو نور العالم والحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذن هذا الإصحاح منشوف أحباء مجد الله من خلال يسوع المسيح ليتمجد ابن الله فيه يتمجد بالابن بتشوف جلال المسيح تألق لأنه هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي تألق المسيح هذا المجد يتكلم عن كمال القداسة وكمال القدرة الإلهية والكمالات الإلهية والأمجاد الإلهية بيتكلم عن حضور يسوع حضور إلهي بانتصاره على الموت في أي مكان كان فيه موت كان بيحضر يسوع المسيح كانت القيامة يعني كان بينتصر على الموت خلينا نتذكر أن المسيح لما قام أجساد القديسين قامت بنفس اليوم وظهروا لعديد من الناس في أور شليم فإذا تتكلم عن يسوع المسيح ليتمجد ابن الله فالتركيز هو على المجد والرب يسوع عندما ذهب عندما سأل مريم قال أتؤمنين بهذا وعندما ذهب إلى القبر قال لمرثة ألم أقل لك إن آمنت طرين مجد الله ففعلا هذه المعجزة هذه الآية تتحدث عن أمجاد الرب يسوع المسيح ولكن هذه المعجزة من ناحية الثانية أحباء للأسف الشليد يعني إقامة العازر أيقظت من قلوب الناس الفساد الكامنة في قلوب رؤساء الدين يعني أيقظت الحسد من يسوع والغيرة والحقد والضغينة والكراهية وأرادوا أن يتخلصوا من يسوع المسيح له كل المجد يسوع المسيح قال قد أتت أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان في إصحاح 12 قال هذه الكلمات ثم قال الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير فهي المعجزة يعني زي ما تقول إن الذروة اللي أيقظت الغيرة والحسد والضغينة والكراهية في رؤساء الدين أحبائي ولكن الله يمجد المسيح وتمجيد المسيح يقوم على أساس الإيمان به الإيمان بالرب يسوع المسيح خليني يعني لما كان يسوع بيتحاور مع التلاميذ في بداية الإصحاح قال يعني قالوا لأنه مريض وبعدين قال لنذهب إلى اليهودية قالوا يا معلم يعني عاوزين يقتلوك في اليهودية إحنا أجينا هربنا من هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار إثنى عشر يعني من الصباح بدري إلى المغيب ساعات العمل يعني ساعات العمل وفيه طبعا آية شبيهة في بشارة يحنى عندما سأل التلاميذ قالوا يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه لاحظ الكلام ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم فإذا طالما أن الفرصة يعني خلينا خلينا نروح نيقز أو نقيم العزر طبعا قالوا له طيب هو قال العزر حبيبنا قد نام أنا أذهب لأيقزهم طبعا يعني خلينا أقول شيء مهم جدا في في هذا الصدد عادة يمكن إحنا كمسيحيين محتاجين نغير لغتنا في هذا الموضوع ولسيما المسيحيين أعجب من المسيحيين اللي بتنهار لما بيشوفوا حد بموت أو بيبكوا كأنه فقدوا كل شيء الكتاب المقدس علمنا أن لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم إحزن إبكي يسوع بكى عند قبر العزر إحزن إبكي ساعة سعتين لكن قم وحمل المشعل واستمر في البشارة والكرازة كجندي صالح ليسوع المسيح ليس مجال للدلع في هذا الموضوع طبعا إحنا عادة في الموت منستخدم تعبيرات وبصلي اليوم اللي بيسمعني إنه نتعود نغير هذه التعبيرات منقول الفقيد منستخدم كلمة الراحل منستخدم كلمة الساند يعني اللي كان بيسند العيلي منستخدم المأسوف عليه أو المأسوف على شبابه منستخدم تعبير مثل الله يرحمه وهكذا تعبير كثيرة منستخدمها عند موت الشخص ولكن لاحظ المسيح قال حبيبنا قد نام فيريت من هذا اليوم أصاعد إنه الموت بالنسبة إلنا أو الشخص بدلا منقول الفقيد أو الراحل أو المسافر أو إلى أخير أي مصطلح نستخدمه نستخدم كلمة حبيبنا وهذه كلمة حبيبنا بتبعث الرجاء بتبعث الأمل بتبعث البسم في داخلنا تعطينا الرجاء إلهنا حي وإنه هذا الموت هو بواب يعني يعني نغمض العين لكي نستيقظ في العالم الآخر كمؤمن نكون مع المسيح كل حين وذاك طبعا أفضل أفضل جدا طبعا بالنسبة لمرثة اعتقدت إنه قدرة المسيح كانت محدودة في المكان والزمان ومحدودة بإرادة الله لأنه قالت له أنا أعلم أنه سيقوم ولكن أعلم كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه يعني كرجل نبي صالح أو شخصية عظيمة وأنا حبا طبعا يعني منشوف صوت الحسرة حسرة مع عتاب بسيط يعني عتاب مش الخطير لا لو كنت ها هنا يعني يا ليتك يا رب يسوع يا ليتك بكرت بقدومك بس أنا قد آمنت أنك أنت المسيح الآتي إلى العالم إيمان حي من ناحية أخرى كان إيمان محدود بقدرة المسيح في المكان والزمان ومن ناحية أخرى كان إيمان عقادي أنا أعلم أنه سيقوم لكن مش اليوم في القيامة في اليوم الأخير فكان إيمان يعني يعتبر إيمان ناقص إيمان محدود وإيمان عقائد أصولي وهذا إيمان معظمنا إحنا من آمن بالقيامة ومن آمن بكتير بأمور كتابية ولكن نفتقر إلى التشغيل أو التفعيل وإنه المسيح بيتكلم بصيغة الحاضر إذ قال لها أنا هو القيامة والحياة فالقيامة هي ثمرة الحياة وهنا يعلن المسيح إعلان جليل أنا هو الحياة ويعطي وعد جليل من آمن بي ولو مات فسيحيا وبيعطي أيضا نتائج جليلة إنه لأن الله ظهر في الجسد لن يموت إلى الأبد فإذن نرى أنه هو القيامة والحياة نرى أنه إعلان جليل إعلان جديد عن أنه هو القيامة والحياة ثم نرى أنه وعد جليل أنه ابن الله سلة قدسية روحية سرية لا يتدني أي علاقة أخرى إلا الآب مع الابن لأن المسيح ظهر في الجسد ثم النتائج اللي حصلت من خلال هذه القيامة أحبائي تظهر عمل جليل وعد جليل ونتائج مذهلة جليلة ومثمرة جدا من خلال خدمة الرب يسوع المسيح ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله فإذن المسيح يتمجد وطبعا العازر كان يعني ميت ولكن قال أنا ذاهب لأويقظه من النوم طبعا هنا أحبائي شيء مهم جدا إنه حتى العازر وهو ميت وأنتا العازر لم يخرج من نفوذ محبة الرب يسوع المسيح مع أنه كان في العالم الآخر ومع كل هذا محبة المسيح اخترقت العالم الآخر ليس فقط على الأرض ولكن استمرت هذه المحبة لأن المحبة قوية كالموت أو بالأحرى المحبة أقوى من الموت يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي ابقوا معي سأواصل لحديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحباء قالت مرثى ليسوع المسيح يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي أكم حد مننا بمر في هذه الظروف الصعبة المأساوية الكارثية التي تعتبر مصيبة كبرى في حياتنا وكتير مرات وكتير مرات عندنا تمنيات ونقول وينك أنت يا رب في هذا الظرف الصعب لماذا أنت بعيد عني لماذا تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني لو كنتها هنا في الوضع اللي أنا فيه كان ما كانش اللي صار إيه الحكمة من أنه المسيح ينتظر ويروح في اليوم الرابع إيه الحكمة أنه تكون جنازي كبرى وبكاء وعويل ومعزون خلال الأربعة أيام عادة يعني التعزي بتضلها لمدة سنة ولكن أول أسبوع هو الأسبوع الأول ولكن كل يوم عن التاني بخف أكتر لماذا هذا الانتظار لو كنتها هنا لم يمت أخي يعني بكلمات أخرى عتاب ممزوج بالحزن هنا خلينا نشوف يعني لاحظ معي تفكير المنطق بالمقارنة مع تفكير الإيمان الروحي أو الإيمان المنظور أو الإيمان الغير منظور يعني منطقية العمل إنه إذا بشوف ولكن فيه أبعاد روحية أكثر من اللي إحنا ممكن نشوفه في العين المجرد لهذا السبب كان إيمانها محدود نوعا ما أي تحديد لقدرة المسيح يعني بكلمات أخرى إيمان في محضر الرب بالعيان لا يمكن طبعا أن يموت أي مريض يعني إنت لو كنت وإنه بعرفوا في معجزة في إصحاح تسعة مولود أعمى تفل وصنع من التفل طين مولود أعمى اتخيل معي مولود أعمى وهذه تعتبر أيضا في أورشاليم واحدة من أقوى المعجزات لأنها دليل على الخلاص والعمل والسلطان الإلهي ولكن كان المسيح موجود بهذه المعجزة يعني لو كنت أنت حاضر لو أجيت مصر اللي صار ومصر بناش نقول الخسارات المادية في الجناز لا يمكن أن يموت أي مريض في حضور المسيح طبعا أنت بتحدد أي عدم قدرته على شفاء المريض من مسافة منه يعني مثلا قائد المئة قال قل كلمة فلهذا السبب كان إيمان غير متكامل إيمان ناقص يعني الثقة عن منع الموت عن ألي عازر ومحدود على أساس حضوره الشخصي إذا أنت موجود في هذا المكان لكنها لم تدرك أن المسيح لهوت المسيح هو مال السماوات والأرض لم تدرك أنه يقدر أن يشفي من مسافة كما فعل مع ابن الرجل الشريف في بشارة يحنى إصحاح أربعة من قان الجليل والمريض كان في كفر نحوم يعني خمسة وثلاثين كيلو متر لم تدرك هذا مرثى ولم تدرك أنه المسيح كما قيل عنه تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فالمسيح أقام الموتى مثل ما ذكرت ابنة يايروس مثل ابن أرملة نايين الموكب الجنائز يعني ابن أرملة نايين لما لمس النعش وقال له لك أقول قم وهنا العازر يعني بعد ما أنتن هل أم خارجا فشو لاحظ اللي عندما أرسلوا قالوا يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض يعني ما تتأخرش تعال بسرعة اللي أنت بتحبه ما تتأخرش عليه عشان تيجي وتشفيه من هذا المرض كان جواب المسيح غريب نوعا ما أليست ساعات النهار إثنتي عشرة ساعة ثم الإيمان العقائدي يعني كأنها تقول لماذا لم تأتي عندما أرسلنا في طلبك لم تدرك سلطان المسيح على الموت أو على الشياطين لم تدرك أن المسيح هو رئيس الحياة أن المسيح هو مصدر الحياة وأن ثقتها بمحبة المسيح وقوة الفائقة هي فوق كل إشي يا ليتك كنت هنا يريد يعني بكلمات أخرى زينا يعني في صرخة خيبة الأمل فيش أصعب من خيبة الأمل أو من الخذلان في توقعات معينة وما بتحدث في وصول المسيح المتأخر والسؤال هل في أمر معين في حياتك تعتبره قد مات على فكرة في زكريا أبو يحنى وقال صباط الملاك جاء وقال له لأن طلبتك كتشمعت كتشمعت أنا اختيار عجوز متأخر في سنين وزوجتي اختيارة عجوزك بالعمر وكمان عاقر فوق ما أنه هي عجوز وإزاي يعني كيف هذا الأمر هل تعتبر أمر في حياتك مات يعني بيتكلم عن إبراهيم وهو ممات يعني آمنة بالذي يحيي الموتة ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة هنا رسالة الرجاء أحبائي في رسالة شبيهة مثل هذه الرسالة في نبوة حسقيال إصحاح 37 شعب القديم عم بقول يقولون يبست عظامنا هلك رجاؤنا قد انقطعنا لأنه ما يتكلم تنبع على هذه العظام اليابسة يابسة جدا يعني ما فيش رجاء خلاص مستحيل لكن الله قال هأنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم ما في مستحيل على الله لأنه تعين ابن الله بالقيامة إن كان روح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات ساكنا فيكم بيقول سيحي أجسادكم المائتة إن كان أحد ليس له روح المسيح بيتكلم عن أجسادكم المائتة كورونتوس 15 الأولى 15 آية 53 الروح القدس هو عربون القيام وفداء الجسد في بطرس الأولى يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بالقيامة من الأموات بيسوع المسيح فإذا في رجاء بقيامة يسوع المسيح وحقيقة في أي مكان بيحضر فيه الرب يسوع المسيح في قيامه يعني بقول كنا أموات بالذنوب والخطايا بيستمر يقول أقامكم معه وأجلسكم في السمويات على فكرة لم يكن مثل ما البعض بيدعي لم يكن العازر بحالة إغماء أو إعياء لأن الكتاب يقول أنتا وشهود كثيرون وأربعة أيام وإيمان مرثة كان شرط لرؤية مجد الله عندما صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا وحين يسمع جميع الذين في القبور صوته نشكر الله أن نسمى العازر على فكرة جبل الزيتون هو جبل المقابر لما بتوقف على رأس الجبل بتضلك كل لنزول اللوادي قدرون لحد دي الصور الحائط اللي فيه البواب الذهبية أو البواب الشرقية بتبتدأ بمقابر اليهود على الجبل مقابر المسيحيين في وادي قدرون ومقابر المسلمين يعني في بالمقابر عند صور أورشاليم فكل هذه المقابر يعني ذكر اسم العازر بالتحديد في هذا المكان وإلا أقام كل الأموات في هذه المنطقة خلينا أخد مكالمة من مكالمة من نهال أهلا وسهلا أخت نهال سلام سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبكل مشاهدين قناة الحياة الغليين على قلب الرب الحقيقة حضرتك شرحت بطريقة رائعة وقلت في كلامك أن يوحن كان بيحاول يظهر لهوت المسيح وده اتضح لنا أكتر من مرة في كتاب المقدس زي شهادة موسى شهادة الكتب المقدسة شهادة الشهود نفسهم أو حتى شهادة الأعمال اللي عملها الرب يسوع بنفسه اللي كانت بمثابة معجزات وآيات لكن في نفس الشاهد اللي حضرتك قريته علينا النهاردة في يوحنى 11 وعدد 21 و22 بالتحديد وهو رد يسوع على مرثة لما قالت له يا سيد لو كنت هاهنا لم يموت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيه الله إياه هقول الحتة دي تاني أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه وهنا أخوتنا المسلمين وأخوتنا من شهود يهوى بيعتمدوا على آيات كتيرة أن يسوع ما بيقدرش يعمل حاجة من نفسه لكن بيطلب من الله ولما بيفعل أي معجزة بيعملها بإذن من الله فعايزة حضرتك توضح لنا والشق التاني من سؤالي هل يكفي أني أعترف أن يسوع كان ليه مكانة خاصة جدا لدى الآب عشان كده أي حاجة كان بيطلبها منه وكان بيستجاب ليه ولا لازم أعترف أنه هو الله الظاهر في الجسد خاصة أنه هذا يعتبر شرك بالله حسب الدين بتاعي فممكن حضرتك أنا عارفة أن حضرتك لمست حتى وأنا في الانتظار بس لو توضح لنا أكتر يبقى قتر خيرك والرب يبقى شكرا جزيلا على هذه المداخلة طبعا مثل ما ذكرت أنه إيمان مرتى كان إيمان عقائدي أصولي إيمان مرتى كان إيمان محدود نوعا ما لأنه مش محدود بمعنى يعني حددت أشياء معينة من قدرة المسيح يعني حضوره ومكان في المكان والزمان أنه المسيح كان يعني كان ممكن لما أرسلت قل كلمة كان ممكن تقول للمسيح قل كلمة وإنت رح تشفي العازر في بيت عنيا أما بالنسبة للإصحاح إحنا بنعرف أنه كثير من أحبائنا المسلمين بيستخدموا بعض التعبيرات على أساس أنه يعني المسيح بيصلي لالله أو بطلب من الآب وهاي طبعا بالنسبة لمرثى أنه قالت له أنا أعلم كل ما تطلبه من الله ولما صلى يسوع عند قبر العازر قال أنك كل حين تسمع لي ولكن يتناسوا يعني دايما إذا بتلاحظ عدة مرات في كتير بالفيديوهات أنا تكلمت أنه عجبي يعني الغرض لما أنت بتقرأ آية ولكن بتقرأش الآيات اللي بعديها يعني لما بتقرأ كل الإصحاح لابد أن تصطدم بيسوع الإله وأيضا الإنسان الكامل لأنه بكى ولأنه اضطرب يعني نزعج واضطرب بالروح فنننسى أن المسيح هو الإنسان الكامل عنده مشاعر وأنه بيتعاطف مع جسم بشريتنا بيرثي لضعفاتنا وطبعا يعين المجربين كانت تجربة قاسية جدا ولكن حقيقة عندما صرخ وقال لعازر هلما خارجا لحظة بكل إقامة الأموات وبكل معجزات المسيح كان بيتكلم بسلطان يا صبي قومي لابن أرملة نئيم أيها الشاب لك أقول قوم وهنا لعازر هلما خارجا وقام الميت من يستطيع أن يتكلم فيقيم والحقيقة أختي لما بتقرأ أي إنسان إذا كان بيبحث فعلا لكن في ناس يعني عم بيطلع على الكتاب بيضور على مخرج أنه حتى يدين الكتاب ليه؟ لأنه ما عندهش حجة لكتابه فأفضل وسيلة أنك تهاجم الشخص الآخر بالهجوم أنت تدافع عن كتابك وهذا يعتبر فساد أخلاقي مش يعني بيبحث عن الحق ولا إنه عاوز يعرف وأن يكون منصف في الموضوع شوف اليوم علم الأركيولوجي اليوم تروع على بيت عنيا بتشوف المكان وبتشوف يعني كل البلد وبتكله بتأكد على صحة الأقوال وعلى صحة الكتابة المقدس إنجيل يحنى بيتكلم عن لهوت الإبن عن لهوت الرب يسوع المسيح ولكن كابن الإنسان كان متواضعا يعني أخلى نفسه آخذا صورة تعبد حتى يوصل للصليب ويقدم فداء كامل للناس فإذن لكن النتيجة لهذه اليحنى 11 إقامة ألي عازر منشوف إنه اجتمعوا السنهادريم المجمع التشريعي أعلى مجمع التشريعي لليهود الفرسيين راحوا اشتكوا مع إنه ما فيش علاقة بين الفرسيين والصدقيين أصلا الصدقيين لا يؤمنوا بالأرواح ولا بالقيامة من الأموات ولكن هون في دليل هون زعزع إيمانهم هون يعني زلزل معتقداتهم يعني دمر إيمانهم بكلمات أخرى معتش يبنوا على أي إشي تاني واحد مية أنتن يعني الجسد تحلل وأكيد لو فيه طبيب ممكن يشرح لنا شو يعني تحلل الدم والأعصاب والخلايا ماتت ما فيش يعني خلاص يعني عمليا المسيح مش بس أحياء خلق إنسان جديد ومن هو الخالق الله فإذا هون دلالة دلالة على لهوته بعدين ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت آمنوا بيعرفوا عن معجزة فتح العيون هنا رأوا واحد أنتن أنتن يعني أربعة أيام ومش بس يعني الفكرة إنه حاولوا يقتل حتى العازر في إصحاح إطناعش لأنه قال وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دع العازر من القبر وأقامه من الأموات في آية سبعتارش إصحاح إطناعش لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه قد صنع هذه الآية فقال الفرسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه فحتى حاولوا يقتلوا كمان العازر لأنه دليل برهان ساطع يعني كل الميديا ولو الميديا في أيامنا كل الإذاعات كلها بتحدث عن هذا الحدث العظيم ولكن يسوع هو كان العدو المشترك للفرسيين والصدقيين تآمروا عليه اسمع في آية 47 فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة هو حكم من سنة 16 ميلادي إلى سنة 36 عندما طرد من وظيفته والرومان اللي كانوا يعينه رؤساء الكهنة وبنفس السنة كمان طرد بلاطوس البنطي أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد يعني كما يقول كتاب تآمر الرؤساء معا على الرب ومسيحه في مزمور إصحاح اتنين قيافه ونبوته يعني كان عندهم خوف على المنصب بسبب المنفع المادية أو النفوذ سواء الأدبي أو الاجتماعي يعني بكلمات بسيطة كانوا تجار دين كما قال الرب يسوع في متة 21 هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ ميراثه أحبائي لما صرخ خرج آل عازر طبعا الأكفان مش مثل المصريين يعني بيلفوا كل جسد يعني كل رجل والإيدين كانوا بيقدر يمشي والحجر والأكفان بتذكرنا في كفن المسيح والحجر اللي دحرجوا على قبر المسيح القادة الدينيون أحبائي كانوا مش بس موضوع ديني ولكن سياسي أيضا يعني أثارت ضجة إعلامية في المجتمع وكان أمر خطير بالنسبة لهم أحبائي كتير ناس بتسأل لو كان المسيح يحب العازر لماذا سمح بمرضه والأصعب لماذا أخر المسيح قدومه لماذا لم يأمر بكلمة كما فعل مع ابن الرجل الشريف من مسافة أحبائي أحبائي المحبة الكاملة هي ليست محبة مدللة مرات الله يعني من محبته إلنا بيبنينا بيشكلنا أحبائي وتذكر أن أجندة المسيح بتختلف عن أجندة الناس هي أجندة إلهية موت ألي عازر بعد أربعة أيام رح يكون له صدى أكبر أوسع ومجد أكثر لأنه كان المسيح يسير بتوقيت إلهي فشو اكتشفنا اكتشفنا إعلام عظيم أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا جريت آي أم القيامة آي أم أنا هو وهذا لهوت المسيح أهيا الذي أهيا كما هو مكتوب في خروج ثلاثة أربعة عشر بعدين شيء آخر غير عقيدة القيامة عند اليهود من الظلال إلى النور الكامل بالنسبة لليهود ما كانتش واضحة في العهد القديم في بعض الآيات في المزامير وسفر الجامعة أيوب وسفر دانيال ولكن في العهد الجديد المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل ثم إعلان أن الموت يعني حقيقي الموت حقيقي والحياة بعد الموت حقيقة ويوم من الأيام سنقوم بأجساد ممجدة في نهاية الأيام شيء آخر حول عقيدة العقيدة من كتاب إلى شخصه المبارك أنا هو القيامة والموت هو آخر عدو لكن المسيح هزمهم حول أعظم تغيير أحبائي من عقيدة القيامة في المستقبل قالت له أعلم أنه سيقوم ولكن في القيامة في اليوم الأخير إلى الحاضر أنا هو القيامة ثم هذا إعلان للهوت المسيح سلطان الحياة على الموت على الخلق طبعا شفنا على غفران الخطايا على الشياطين هذه المعجزة بكل معنى الكلمة أظهرت تميز المسيح تفوق المسيح سلطان المسيح ألوهية المسيح مجد المسيح ومن ناحية أخرى إنسانية المسيح الكاملة انزعج بالروح يعني غضب على الموت والسبب الخطي الذي قاد للموت والطرب فبكى يسوع إخوتي وأخواتي هذه المعجزة هي في الحاضر كمان أنا هو القيامة والحياة لو وصلت إلى حالي مأساوي صعبة مستحيلة يعني إلى وضع اليبوسة والموت يقدر أن يقيمك من سبات الخطيئة ويقدر أن يعطيك الحياة إن آمن بالرب يسوع ترى مجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر